أزول صباح الخير إن كان صباحا ومساء الخير إن كان مساء سأيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة التي هي عبارة عن توضيح لما يروج كثور القل والقال حول موضوع تحديثات بايونير هناك أراء متضاربة هناك من يقول تحديثات في صالحنا هناك من يقول تحديثات ضدنا هناك من يقول سوف يقتطعون من المال هناك من يقول لابد من البحث عن البدائل إلى آخره في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أحاول أن نوضح هذه التحديثات مع العلم أنها لن يتم أو لحدود أن لم يتم تطبيقها سوف يتم تطبيقها ابتداء من الخامس عشر في الشهر القادم عندها فقط سوف يتم تطبيق هذه التحديثات لكن حتما سوف تطبق طبعا المشكل أن الرسالة غير واضحة الرسالة التي أرسلت بايونير لنا على حساباتنا غير واضحة نهائيا فيها غموظ فيها لوبس فبالتالي سوف نحاول أو سوف أحاول معكم إن شاء الله أن أقوم بتوضيح هذا اللبس أن نزيل هذا اللبس أو هذا الغموظ إذا لنبدأ على بركة الله طبعا هذه الرسالة التي وصلتكم أعتقد أنها وصلتكم جميعا إلا الحسابات الجديدة ربما سوف تتأخر في الوصول لكن سوف نقوم بقراءتها معا طبعا صدرت في السادس عشر من الماي وطبعا سوف يقولون لنا نود أن نعلمك بأنه في التلاتين يوم من إرسال هذه الرسالة سوف نبدأ بتطبيق الرسوم الآتية إذن متى سوف يتم تطبيق هذه التحديثات فقط بعد مرور ثلاثون يوم يعني الرسالة وصلت في السادس عشر من الماي إذن بطريقة أوتوماتيكية سوف يتم التطبيق بالضبط في الخامس عشر من شهر يعني جوان إذن على بركة الله لنبدأ بقراءة الرسالة لنعرف ما علينا وما ضدنا على بركة الله نقوم بقراءة أول شيء مرحبا نود أن نعلمك بأنه في تلاتين أيام من إرسال هذه الرسالة سنبدأ بتطبيق الرسوم الآتية عند تلقيك مدفوعات صغيرة عبر حسابك استقبال إذن لحجل الآن عرفنا بأنهم يتكلمون عن الرسوم ضرائب جديدة سوف نؤديها عندما نقوم بتلقي المال عبر حسابنا هنا للملاحظة يعني الخطأ الذي وقعت في أمازون إذن إرسال هذه الرسالة أنا لم توضح تقول عبر حسابك استقبال أي حساب استقبال تعرفون أن في أمازون لدينا الحق في استعمال عدة حسابات بعدة عملات فبالتالي أي حساب يتكلمون عنه كل هذا سوف نره بعد قليل جابيع المدفوعات المالية القادمة إلى حساب الاستلام بعملتك المحلية تظل مجانية بعملتك المحلية تظل مجانية ما الذي يقصدونه بالعملة المحلية طبعا ليس مثلا هنا في المغرب ليس الدرهم المغربي بما لا شكا فيه مثلا في الجزائر ليس الدنار جزائري في مثلا مصر ليس الجنيح نهائيا إذن هم يتكلمون عن العملة الخاصة بهذا الحساب الذي تكلمنا عنه سابقا وهو حساب استقبال يعني مثلا يئما الأورو يئما الدولار أو الدولار يعني الأسترالي إذن هذه الحسابات التي تكلمون عنها وهذه العملات المحلية التي تكلمون عنها لنكمل القراءة يعني يقاموا بإعطائنا هنا جدول يقولون للمدفوعات التي تقل عن ويقولون الرسوم يعني بمعنى آخر يعني إذا تلقينا 100 دولار أمريكي فالرسوم هي 1 دولار أمريكي ونفس الشيء مع بقية طبعا العملات العملات عفوا والمدفوعات لكن دعونا نفكك قليلا هذا الجدول تلاحظون توجد هنا علامة وتوجد هنا علامتان إذن لنبدأ أولا بقراءة ما الذي تعنيه هذه العلامتان وما الذي يعنيه بالضبط 100 دولار أمريكي نقوم بالنزول إلى أسفل خارطة فهم الجدول إذن هذه هما العلامتان إذن تفسير 100 دولار أمريكي المدفوعات إلى حساب استقبال سويفت إلكتروني بين قوسين بالدولار الأمريكي مستثنى من هذه الرسوم إذن بمنى آخر عندما أقوم باستعمال حساب بايونير وبالضبط الحساب الأمريكي وعندما تصلني الدفوعات بالدولار الأمريكي فإنني لن أدفع 1 دولار إذن متى سوف أدفع 1 دولار عندما يكون عندي مثلا حساب باليورو وطبعا بين قوسين الأشخاص الذين يعملون في الكي دي بي وأيضا في ميرش وفايفر إلى آخره يعني عادة أو غالبا يعني يتم أو يعني يقعون في مشكل ما في حسابهم الأمريكي فيضطرون إلى استعمال الحساب الأوروبي سابقا كان هذا ممكن لا يوجد أي مشكل بينهما يعني إن لم يعمل معك الحساب بايونير تعطينا عدة حسابات إن لم يعمل الأول الأمريكي نستعمل الحساب الثاني باليورو ونستعمله عادي جدا نتصلنا فيه الأرباح بالدولار ثم نخرجها إلى عملة المحلية عندما نصل إلى الشرط وهو 50 أورو أو دولار لكن حاليا هذا طبعا لن يبقى أو على الأقل سوف يبقى لكن سوف ندفع 1 دولار أمريكي إذا كان ذلك المبلغ 100 دولار أمريكي إذا كان 200 ف2 دولار ثالثة هكذا أو يقولون التي تقل عن يعني أقل من 100 دولار سوف نقوم بدفع 1 دولار إذا كان عندنا حساب مثلا أمريكي وتلقينا دفعات باليورو فسوف يقطعون من 0.9 يورو تقريبا 1 دولار إذا نكمل القراءة لكي نفهم بالنسبة للمدفوعات أقل من الرسوم نفسها عادة الودائع الصغيرة للتحقق من الحساب البنكي فإن الرسوم هي مبلغ الدفع الكاملة هنا هذه الفقرة تحتاج إلى توقف تعرفون أنه مثلا في الكيندل يرسل لنا المال يعني مثلا إذا بيعنا مثلا كتاب واحد وربحنا فيه مثلا دولاران فإنهم يرسلون لنا المال بعد شهر طبعا إذا كنت جديد بعد شهران فالفكرة هنا أنه أمازون أو نعم أمازون سوف ترسل لنا المال وطبعا المال أو ذلك المال طبعا هو مثلا نقول مثلا فقط دولار واحد إني بيعت كتاب وربحت فيه الربح الصف دولار واحد وأمازون أرسلته لي هنا انتبهوا معي جيدا وأكملوا معي الفكرة لكي تستفيدوا لأنه إذا قطعتم إذا أخذتم نصف الفكرة فلن تستفيدوا إذن أمازون ربحت كتاب من كتاب واحد دولار وأرسلته لي أمازون إلى حساب بايونير ووصل إلى حساب بايونير طبعا الرسوم ولكن هنا يعني أنا أستعمل حساب باليورو وليس بالدولار إذا نفطر جدلا أن حسابي بالدولار فيه مشكل فاضطررت إلى استعمال الحساب الذي هو باليورو وأمازون أرسلت لي طبعا بالدولار ووصل إلى حسابي طبعا وكما تقرؤون معي يقولون أن الرسوم هي واحد دولار حتى لو وصلتني واحد دولار إذا نركزوا معي جيدا الرسوم هي واحد دولار حتى لو وصلني واحد دولار من أمازون مثلا فمع ذلك سوف يقتطعون ذلك تلك الرسوم فبالتالي لن أربح أي شيء يعني سوف تصلني واحد دولار والرسوم واحد دولار يأخذون ذلك الدولار وأبقى أنا بدون أي شيء إذن هذه هي الفكرة إذن نعيد قراءة النص لكلفة مجيدة بالنسبة للمدفوعات الأقل من الرسوم نفسها عادة الودائع الصغيرة يقولون عادة ليس دائما إنه قد تربحون 0.05 أو كذا الودائع الصغيرة للتحقق من الحساب البنكي فإن الرسوم هي مبلغ الدفعة كاملة إذن هي الرسوم هي مبلغ الدفعة كاملة إذن الدفعة التي سوف تصلني فيها واحد دولار سوف يتم اقتطاعها لماذا؟ لأن الرسوم تساوي مبلغ الدفعة كاملة لأنها أقل لأنها صغيرة جدا مثلا واحد دولار كما قلنا ولكن كما قلنا هذا إذا كنا نستعمل حساب باليورو وآتتنا مدفوعات بالدولار لكن الفكرة التي يقع فيها لوبس لهذا قلت لكم أكمل الفيديو إلى الأخير هي التالي إذا قمنا بالنزول إلى الأسفل سوف نقرأ النص التالي المدفوعات المرسلة إليك عبر حسابات استقبال تأتي من العملاء أو الأسواق التجارية الإلكترونية التي زودتها بتفاصيل حساب الاستقبال الخاص بك يمكنك عرض حسابات الاستقبال طبعا هذه هي حسابات الاستقبال التي تكلمنا عنها سابقا يوجد دولار الخاص بالمملكة المتحدة يونيتد كينغدوم ويوجد أيضا الحساب الخاص بأمريكا وأيضا يوجد حساب خاص باتحاد أوروبي وبكندا وباليابان إلى آخره إذن هذه هي الحسابات الاستقبال أو الاستلام التي يتكلمون عنها إذن الفكرة التي أريد أن أقول هي التالية ملاحظة المدفوعات التي تتلقاها من الشركاء المدمجين ومرسلي الأموال آخرين أحدهما أو كليهما مباشرة إلى حساب بايونير لا تقضعوا لتحديث هذا أو الرسوم هذا بمعنى آخر تعرفون أن أمازون وبايونير لديهم شلاكة إذن أمازون تعتبر شركة بايونير فبالتالي كل ما قلناه سابقا عن مسألة أنه إذا بيت كتاب ووصلني مثلا واحد دولار أو ربحت فيه واحد دولار وقامت أمازون بإرساله إلى حسابي وكما قلنا إذا كان مبلغ الرسوم ونفسه مبلغ الذي وصلني فسوف يأخذونه لن يتم هذا لماذا؟ لأنه تعتبر أمازون من بين شركاء المدمجين ومرسل الأموال وبالتالي هم يؤكدون لنا هنا في الأخير أن الشركاء لا يخضعون لهذا التحديث قد يتطبق الأمر على أي موقع آخر مهما كان أي موقع آخر ممكن أن يتطبق عليه هذا التحديث لكن أمازون لن يتطبق عليه هذا التحديث لأنه من بين الشركاء الخاصين أو لديهم علاقة مع بيونير إذن أعتقد أن الفكرة واضحة إذا كان عندكم أي غموض أو سؤال أتركوه في التعليقات شكرا جزيلا لكم على المشاهدة إلى اللقاء